اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو باهر المحمدي والنادي الاسماعيلي الصفقة الحائرة كل مرة حقول لحضراتكو باهر المحمدي عنده شرط جزائي فيه تعاقده 20 مليون جنيه المصر البورسعيدي طبعا داخل في مفاوضات كبيرة مع باهر المحمدي لكن المصر زي ما قلنا عايز يدفع 14 مليون جنيه و 6 مليون جنيه المستحقات اللي لباهر المحمدي عند النادي الاسماعيلي المصر عايز يخصمها من قيمة الشرط الجزائي بالتأكيد النادي الاسماعيلي رافض في الساعات الاخيرة ظهر نادي جديد بيحاول انه يضم باهر المحمدي وعايز يدفع الشرط الجزائي بالكامل ل20 مليون جنيه مين؟ البنك الاهلي البنك الاهلي عايز يدفع للنادي الاسماعيلي 20 مليون جنيه وعايز يوقع مع باهر المحمدي تعاقد 12 مليون جنيه في الموسم الواحد طبعا ارقام كبيرة جدا بيدفع على البنك الاهلي هذا الموسم والحقيقة البنك الاهلي ما بيدفعش هذا الموسم فقط لغير البنك الاهلي بقاله فترتين او ثلاث فترات انتقالات بيعمل انتقالات قياسية وفي النهاية بنافس على الهبوض عارفين البنك الاهلي ضم من النادي الاسماعيلي حتى الان احمد مدبولي وسيرجي اكا هل يكتمل الثلاثي بتاع النادي الاسماعيلي في البنك الاهلي انا لا اتمنى وباري محمدي نفسه لا يتمنى باري محمدي اقرب له انه ينتقل ليه المصري البورسعيدي علشان العلاقات وكل الجماهير ما بين جماهير النادي الاسماعيلي وجماهير المصري لكن في النهاية الامور التعقدية قد تخلي اللاعب يغير تفكيره محمد دسوقي الزاهر الايصر للنادي الاسماعيلي زعلان ليه محمد دسوقي جايله عرض من الاتحاد السكندري مقابل 3 مليون جنيه فقط لغير طبعا النادي الاسماعيلي قال له لو عايز تمشي هتلين عرض مش اقل من 13 مليون جنيه لكن في النهاية رحيل محمد دسوقي عن النادي الاسماعيلي صعب في ظل ان النادي الاسماعيلي عنده اقاف للقيد وبهر المحمدي ما كانش ممكن النادي الاسماعيلي خليه يمشي لولا الشرط الجزائي اللي موجود في التعاقب بتاعه على قية حال كابتن ايهاب جلال قال انا عندي كل المقدرة ان انا نلعب الموسم الجديد من غير بهر المحمدي ومن غير كمان عبد الرحمن مجدي في حال ان جالهم عروض كويسة تتيح للنادي الاسماعيلي وافرة مالية اقدر اصرف بها على اللعيبة اللي هتبقى معايا الموسم القادم ما عنديش اي مشكلة في ده وانا قادر على الظهور بشكل كويس مع النادي الاسماعيلي في حالة رحيل الثناء المميز عن قائمة النادي الاسماعيلي وكان عادة النادي الاسماعيلي بيبيع ولاده علشان يصرف على باقي ولاده للأسف الشديد ظروف صعبة داخل النادي الاسماعيلي لكن باذن الله زي ما بقول كل مرة عندي ثقة كبيرة جدا في كابتن ايهاب جلال ان هو يعمل موسم مميز مع اي لعيبة معايا لان زي ما احنا عارفين في النهاية مستويات اللعيبة المصرية كلها متقربة من بعض صفقة جديدة بيعملها نادي المصري المصري بورسعيدي بيحسم ضم رجب مارو مهاجم لا فين احد ان ديت دوري الدرجة التانية رجب مارو هو هتداف الدوري الدرجة التانية في الموسم المنتهي برصيد 16 هدف قيمة الصفقة هتكلف النادي المصري 7 مليون جنيه على فكرة لعب مميز جدا وكان فيه كلام من مشاجعين للتحاد السكندري ان هم عايزين يتفاوضوا او يضموا اللاعب للتحاد السكندري خصوصا انه احد ابناء محافظة الاسكندرية الجميلة لعب مميز جدا هتداف لدوري الدرجة التانية المصري بورسعيدي بيحاول ان هو يدعم صفوفه بجميع الطرق لعيبة كبيرة لعيبة صعدة وعدة لعيبة محترفة وان شاء الله مستر كامل ابو علي يقدر يضم افضل العناصر للمصر البورسعيدي في الفترة المقبلة المصري قرر التعاقد مع اللاعب بعد متابعته في دوري الدرجة التانية متابعة شاملة متابعة طويلة واثبت قدراته ويتبقى فقط لغير الاعلان الرسمي عن الصفقة بعد الاتفاق بين الطرفين النادي المصري بورسعيدي ونادي لوفيينة على قيمة الصفقة اللي زي ما بقول لحضراتكو غالبا هتكتمل به سبع مليون جنيه مصر النادي برامس بيعلن رسميا عن خامس صفقات وهذا الموسم لعب منتخبنا الوطني ولاعب نادي فيوتشار مهند لاشين تعاقد لمدة خمس اوام مع اللاعب صاحب السبع وعشرين عام طبعا كلنا عارفين مهند لاشين بدأ مشواره مع كرة القدم مع ناشئين النادي الاسماعيلي حتى صعد ليه الفريق الاول الاسماعيل استغنى عنه لعب مع الاسيوتي في الدرجة التانية صعد مع الاسيوتي لغاية ما بقى بيرامدز ومن بيرامدز انتقل لطلاع الجيش ومن طلاع الجيش لعب مع فيوتشار انضم ليه منتخبنا الوطني وهو في طلاع الجيش وهو ايضا في فيوتشار حتى انتقل لنادي بيرامدز بيرامدز اعلن عن ضم اللاعب اهلا بعودتك من جديد لبيتك نادي بيرامدز خاد مهند لاشين في فترته الاولى مع نادي بيرامدز سبعة وثمانين مباراة سجل فيهم هدف واحد وصنع ثلاث اهداف مع نادي فيوتشار خاد سبعة وثلاثين مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد وتوج معهم بلقب كأس الربطة في الموسم الماضي لما فاز فيوتشار في المباراة نهائية على نادي غزل المحلة بنتيجة خمسة واحد ايه ما قلتلكم وهنا الدشرين لعب مع منتخبنا الوطني وشارك مع منتخبنا الوطني في عشر لقاءات وشارك ايضا مع منتخبنا الوطني في كأس الامم الافريقية 2021 تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش لعب النادي الاهلي العربي بدر بينضم رسميا للمقولين العرب عربي بدر البالغ من العمر 21 عام طم تصعيده للنادي الاهلي موسم 2019-2020 رفقة سويسري ريني فيلر خرج العربي بدر في اعارة مع الجونة في موسم 2020-2021 بعد كده انضم ليه فيوتشار في موسم 2021-2022 على سبيل الاعارة واخيرا قدى الموسم الماضي معارب مع طلاق الجيش وكان ايضا ضمن افراد المنتخب الولمبي اللعب خرج طبعا من قائمة النادي الاهلي لم يتم تسجيله في قائمة النادي الاهلي للموسم الجديد وقع اللعب مع زقاب الجبل لمدة ثلاث اعوام صفقة كويسة ليه المقولين العرب اللي بيحاول ان هو يدعم صفوفه استعدادا للموسم الصعب الجديد العربي بدر لعب مع طلاق الجيش الموسم الماضي 12 مباراة في الدوري سجل فيهم هدف واحد وخاض 52 مباراة بين الدوري وكأس مصر وسجل هدفا وحيدا في مسيراته حتى الان جاء في شباك نادي برامتس خلال اللقاء الاخير من الدوري الموسم الماضي ومن النادي الاهلي ايضا نادي فيوتشار بيعمل صفقة وليد مصطفى وليد مصطفى ايضا خرج من قائمة النادي الاهلي لعب وليد مصطفى الموسم الماضي معارن لصفوف الداخلية وقبلها كان في اعارة النادي غزل محلة وليد مصطفى شهير بلقب وليد سليمان الجديد علشان مهارته وسرعته وايضا بيجيد اللعب زي وليد سليمان في مركز الجناح الايمن وليد مصطفى كان تعرض لقطع فيق الرباط الصليبي في الموسم الماضي خاض وليد الموسم الماضي 16 مباراة صنع خلالها هدفين في الدوري المصري وساهم في بقاء الفريق فريق الداخلية بالدوري في الجولة الاخيرة اللعب صاحب 23 عام شارك في 28 مباراة في الدوري المصري سجل خلالهم هدف وصنع ثلاث اهداف صفقة لنادي الزمالك ازاي ونادي الزمالك عنده اقاف ليه القيد كان فيه لعب معار من نادي الزمالك المهاجم حسام اشرف لنادي البنك الاهلي طبعا حسام اشرف معار للبنك الاهلي من الزمالك هو وقسمة فيصل لمدة موسمين انقضى الموسم الماضي وكان من المفترض ان الاثنين اللعيبة يكونوا موجودين مع البنك الاهلي في الموسم الجديد لكن بالاتفاق ما بين الناديين نادي البنك الاهلي ونادي الزمالك قطعوا اعارة حسام اشرف لبنك الاهلي ويعود اللعب من جديد لصفوف نادي الزمالك طبعا امر كويس لان نادي الزمالك حتى الان مش هيقدر ان هو يضم لعيبة جديدة علشان اقاف القيد بسبب عقوبة سبورت انجليش بونا مليون ونص دولار واتشنبونج 270 الف دولار حتى الان نادي الزمالك مخلصش القضيتين دول ممكن بشكل كبير جدا نادي الزمالك يدخل للموسم الجديد بدون صفقات جديدة المهاجم اللي عنده 22 سنة انضم للبنك الاهلي زي ما قلت لحضراتكم فيه الموسم الماضي ملعبش ولا دقيقة مع البنك الاهلي واكتفى حسام اشرف بخوض 33 دقيقة فقط لغير بقميص الزمالك في بداية الموسم الماضي مجموعة المباريات اللي خذها اللعب مع نادي الزمالك 15 مباراة سجل فيهم هدفين وحقق لقب الدور المصري مرتين وكأس مصر طبعا فاكريا ان حسام اشرف كان بسببه نادي الزمالك توقف عنه القيد وايضا تم اقاف اللعب لمدة 4 اشهر من الاتحاد الدولي فيفا بسبب توقيعه لأكاديمية كاميرونية اثناء تواجده مع نادي الزمالك نادي الداخلية بيعلن عن تعرضه مع صفقة جديدة محمود حسونة لعب خط وسط نادي الناصر حسونة وقع لنادي الداخلية لمدة 3 اعوان طبعا محمود حسونة ده كان من ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للنادي الاسماعيلي في الموسم الجديد المجموعة اللي كان من المفترض انها تنضم مع الاستاذ محمد شيحة نائب رئيس اللجنة اللي كانت بتقود النادي الاسماعيلي في الموسم الماضي نادي الزمالك بيعلن عن ضمن عبدالله هاشم عبادي قادما من فريق شبان إنا عبدالله بيلعب في مركز المهاجم وسبق له ان سجل في شباك الزمالك في لقاء الموسم الماضي بالدرجة الثانية في المباراة اللي انتهب ما بين الفريقين واحد واحد وخض هاشم الموسم الماضي مباراة في كااس مصر وسجل هدفا في شباك البنك الاهلي من ركل الجزاء عبادي هو خامس صفقات نادي الجنة حتى الآن بعد أليو جاتا وحسام الصنع وأحمد مسعود ومحمد الصباحي طبعا الجنة عاد للدوري الممتاز هذا الموسم رفقة فريقاي زد وبلدية المحلة وأعلن نادي الجنة عن الكابتن علاء عبدالعال كمدرب أو مدير فني ليه الفريق في الموسم الجديد بعد رحيله عن صفوف نادي الدخلية اللي حقق مع معجزة وأققى في النهاية الدخلية في الدوري الممتاز لو أول مرة تشوفني ما تنساش تدعمنا اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو دائما وأبدا ستبقى عندياتنا الجنهارية أولا وفوق الجميع أشوفكم على خير شكرا لك وسلام عليكم